بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم المادة اللغة العربية للصف الرابع الأساسي الوحدة بعنوان من قصص العرب ودرسنا هو حل أسئلة الفهم والاستيعاب وإعداد المعلمة جمانة طاها بداية عزيز الطالب وقبل أن نبدأ بحل أسئلة الفهم والاستيعاب دعنا نستذكر سريعا ما مر بنا في درس حتى لا تضيع المرؤى افتح كتابك على الدرس لنبدأ قراءته مرة أخرى يروى أن فارسا من العرب اجتاز بادية اشتد فيها القيض حتى صارت رمالها مثل الجمر فلقي في طريقه رجلا يمشي حافيا رق له الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب على جواده لكن هذا الماشي كان لصا من لصوص الخيل فما إن تمكن من ظهر الجواد حتى عذا به فناداه صاحب الجواد لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم ولكني أطلب إليك أن تكتم هذا الأمر كي لا ينتشر بين قبائل العربي فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي فتزول المرؤة فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه ولم يرضى أن يكون سببا في ضياع المرؤة بين الناس هذا كان درسنا حتى لا تضيع المرؤة افتح معي كتابك صفحة 64 ونبدأ معا حل أسئلة الفهم والاستيعاب بدأنا السؤال الأول كيف أكرم الفارس الرجل حين لقيه في طريقه؟ هل تذكر عزيز الطالب؟ أحسنت نزل الفارس عن جواده ودع الرجل إلى الركوب عليه ممتاز رائع ننتقل إلى السؤال الثاني لماذا طلب الفارس إلى اللص أن يكتم ما حدث؟ لماذا؟ أكيد ليس لأنه خجلا أحسنتم كي لا ينتشر بين قبائل العربي فلا يغيث القوي الضعيفة ولا يرق الراكب للماشي فتزول المرؤة ممتاز أحسنتم ننتقل إلى السؤال الثالث ماذا فعل اللص حين سمع كلام الفارس؟ هل تابع طريقه؟ دعونا نرى أحسنتم تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه رائعين ننتقل الآن إلى السؤال الرابع ويقول لو كنت مكان الفارس حين سرق اللص حصانه فماذا ستفعل؟ بعدما استمعت إلى النص عزيزي الطالب هل ترضى أن تضيع المرؤة بين الناس؟ أتمنى أن تكون إجابتك مقاربة لما استمعت إليه بالنص سأترك لك الإجابة عن هذا السؤال وننتقل الآن إلى السؤال رقم خمسة أذكر مثالاً للمرؤة بين الناس هل تستطيعون ذكر أمثلة للمرؤة بين الناس؟ كل ما فيه مكارم أخلاق يعتبر مرؤة مثلاً مساعدة الجار لجاره الفقير ممتاز أحسنتم حماية القوية للضعيف ممتاز وأيضاً إكرام الضيف رائعين تمام نأتي الآن إلى الاستخراج ونبدأ بالسؤال استخرج من درس حتى لا تضيع المرؤة ما يأتي رقم واحد كلمة فيها همزة متطرفة منفردة هل تذكر الهمزة المتطرفة منفردة في آخر الكلمة؟ هل تذكر سبب كتابتها كذلك؟ أحسنتم أنها سبقت بأحد حروف المد سبقت بأحد حروف المد الحياء الحياء ممتاز كلمة فيها حرف ينطق ولا يكتب هل تذكر؟ ممتاز الكلمات التي فيها حروف تنطق ولا تكتب هي أسماء الإشارة وممتاز حرف الاستدراك لكن وكلمة الرحمن وكلمة الله ممتاز لكن وهذا موجودتان كلاهما في الدرس رقم ثلاثة حرف يفيد التوكيد والنصب أن رائعين الاستخراج رقم أربعة كلمة فيها تنوين فتح رجلا وأيضا بادية أحسنتم ممتاز الاستخراج رقم خمسة كلمة فيها همزة وصل هل تذكر همزة الوصل؟ هي الهمزة التي تلفظ في أول الكلام وتختفي في وسطه ممتاز للتعريف همزة وصل ممتاز وأستطيع أن أستدل على همزة الوصل بماذا؟ بحرفي الواوي والفا ممتاز أحسنتم الفارس واجتازة ستة كلمة فيها همزة قطع همزة القطع هي الهمزة التي تلفظ وتكتب في أول الكلام وفي وسطه ممتاز أطلب رائعين أطلب تابع معي الاستخراج المتبقي لدينا ورقم سبعة أريد فعل مضارع منصوب هل تذكر الفعل المضارع المنصوب؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أحرف النصب أن ولن وكي ممتاز ورد معنا أحد أحرف النصب لن أسألة الفعل المضارع منها أسألة أحسنتم الاستخراج رقم ثمانية فعل مضارع مجدوم لم يرض لم يرض يرجم الفعل المضارع عفواً إذا سبق بأحد أحرف الجزم لم ولا أنا هي لم ولا أنا هي ممتاز لم يرض رقم تسعة اسم مجرور ممتاز يجر الإسم إذا سبق بأحد أحرف الجر ضياعي ضياعي عشرة جمع تكسير جمع تكسير ممتاز رمال وقبائل رمال وقبائل تابع معي عزيز الطالب أحد عشر فعل ماضي فعل ماضي سمع حسنتم اجتازة أيضا فعل ماضي ممتاز رائعين رقم اثنى عشر من الاستخراج أريد جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به أحسنتم سمع اللص كلامه سمع اللص كلامه سمع فعل واللص فاعل وكلامه مفعول به الاستخراج رقم ثلاثة عشر اسم إشارة اسم إشارة هذا هذا أحسنتم أربعة عشر اسم أن اسم أن فارسا فارسا رائعين ممتاز أحسنتم جميعكم أبطال إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في حصة جديدة دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء في درس جديد